من جديد على كأس العالم للأندية وآخر أخبار النادي الأهلي من أستاذ محمد بن زايد ملعب نادي الجزيرة الإماراتي وتحديدا قبل أقل من ساعة من مباراة الهلال السعودي واتشلس الإنجليزي الزميل أمير هشام موفد قناة الأهلي موجود أمام أستاذ محمد بن زايد ملعب نادي الجزيرة. مساء الخير يا أمير مساء الفل عليك يا محمد تحياتي ليك وتحياتي كل مشاهدي متابعي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل احنا أمام ملعب محمد بن زايد الملعب الخاص بنادي الجزيرة واللي هستضيف مباراة اليوم الهامة جدا ما بين الهلال السعودي واتشلس الإنجليزي في نصف نهاية كأس العالم اللي يفوز يقابل بالميرس اللي هيخسر هيقابل الأهلي على المركز الثالث والرابع. فبالتالي هي مباراة مهمة جدا وفي الحقيقة أجواء الملعب أكثر من رائعة وعندنا أمور كتير جدا نحن نتكلم فيها. خلينا سريعا قبل ما أتطرق معك للأهلي وآخر أخباره أخذ توقعات بعض جماهير الهلال السعودي وهي مباراة للتاريخ النهاردة. بتقابلوا فريق كبير بطل أوروبا تشلسي. بتشوفوا المباراة إزاي نارد؟ أول شي في البداية نقول لهارد لك الجماهير الأهلي المصري يقدم مباراة رائعة ويستهلون كل شيء. وبخصوص مباراة الهلال الكورة كل شيء فيها جائز. يعني نباراة 50-50 50-50. نقول إن شاء الله عن نهاية. وإذا ما تاحنا عن نهاية وخسر هلال لا سمح الله بنقابل شقاننا في النادي الأهلي والذي يكسب طبعا فائز سواء الأهلي أو الهلال. هم عينين في رأس واحد. يعني الهلال يتسلح برضو بعض اللعبين المميزين إقالوا صفقة جديدة مريقة برضو من اللعبين المهاجمين المميزين جدا جدا. هل تتوقع النهاردة أن هم يصنعوا الفرق مع الهلال وأمام فريق كبير زي تشلسي؟ والله في عالم الكورة ما في شي مستحيل. يعني كل المباريات تكون 50-50. يعني صح الكفة ترجح البطل لأوروبا. بس كل شي جائز شكرة القدم ممكن يصيري. ممكن يفوزي الهلال ممكن يفوزي تشلسي. يعني هي 5-5 المنافسة. وقعاتك المتيجة؟ إن شاء الله واحد صوفنا. للهلال؟ يا أكيد للهلال. يا حبيبي لسه مستمرين معكم. ووضح طبعا جمهور الهلال السعودي يعني جاي بكسافة عشان يشجع فريقه في مباراة أكيد مباراة للتاريخ يعني أمام تشلسي. لكن أعتقد في حد كمان بيشجع تشلسي. هنروح له دلوقتي. في البداية انت بتشجع تشلسي النهاردة عرفني باسمك الأول وبعدين قول لي بتشجع تشلسي أو لا؟ معاك ساعد صوالها. أنا بشجع طبعا الهلال يعني السعودي. ومتوقع صراحة تكون مباراة قوية بين تشلسي والهلال ويقدو الهلال يعني صراحة مباراة ممتاز يعني يعني إن شاء الله نتأمل أنه الفوز للهلال يكون هلال الأزرق يعني اليوم يكون واحد صفر أو يعني إن شاء الله إذا فيها خلص للبنالتيات يعني تروح. متوقع السيناريو ده ممكن تروح لضربات الجزاء؟ ممكن تروح لضربات الجزاء لأنه أي شيء في الكرة يعني. صديق لك؟ صديق لي. وشاقعة تشلسي؟ عدوي اليوم أهو. عرفنا ويك؟ محمود يبقى معاك. وشاقعة تشلسي بس من 2004. أهو. عشان كده يعني. بتشوف توقعاتك للمباراة إزاي النهاردة وبما إنك يعني برضو سعودي يعني ما فيش أي تعطف من ناحيتك ناحية الهلال ولا تشلسي هو رقم واحد من نسبة؟ والله لا هو تشلسي رقم واحد. طيب توقعتك لنتيجة؟ والله بأتوقع 2-0 هلال سعودي إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله. لأنه إحنا مع السعود طول عمرنا. إن شاء الله. شكرا جزيلا. مستمرين معاكم معنا برضو يعني حد من الناس اللي بتشجع الهلال نهاردة. صح؟ الهلال والأهل المصري. الهلال والأهل. أيها. في البداية قولي رأيك إيه في الأهل وأداءه في البطولة حتى الآن رغم الظروف اللي كان يتعرض لها الفريق وأكيد العالم كله عارفها. المباراة الأولى بداية مع منتري فوز كان غير متوقع بسبب الإصابات والغيابات مع منتخب مصر. رأيك إيه في الأهل وأداءه في البطولة؟ أولا شيء الأهل دائما متفوق في أفريقيا أو في أي مكان يروح له. ثاني شيء بالنسبة لأداءه. رغم الغياب اللاعبين الرئيسيين في المنتخب المصري. لكنه أداءه كان مميز. يعني العملية التغييرات اللي تمت فيه في المباراة الثانية. يعني حرام صراحة ينهزم الثنين صفر. كان متفوق أغلب الشوط الثاني بالذات. إن شاء الله أتمنى للتوفيق. ودائما إحنا قلوبنا مع الأهل المصري. أيوة. وقلوبنا مع الهلال النهار ده. إن شاء الله. والله إن شاء الله نفوز. لكن صعبة. لكن لو وصلنا للإضافة ممتاز. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. يعني دي كايد بعض الأراء والتوقعات لمباراة اليوم يا محمد. ما بين الهلال وتشيلسي مباراة أكيد كبيرة جدا. الأستاذ أكثر من رائع في الحياة. شكله ومظهره جميل. أكيد نتمنى التوفيق للهلال السعودي. ألا شاقك. فهذه المباراة. مباراة صعبة أمام فريق تشيلسي. ده فيما يتعلق مباراة اليوم. لو أنت لسه معي يا محمد طبعا سمعني. أكيد صح؟ سمعني. تمام. في كل الأحوال خليني أطمن جمهور النادي الأهلي على الفريق تحديدا. النهاردة ما كانش فيه أي أحداث مهمة فيما عادة اجتماع كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللعابين لزهر اليوم. وكان الحديث على خلاص إن إحنا لازم نقفل صفحة مباراة بالميرس. وإن لسه عندنا أمال في حصد ميداليا برونزية بإذن الله نخلناها قبل كده مرتين. بنسعب كل القوة إن إحنا نفوذ بيها هذا العام. فكان يعني كلام كابتن محمود الخطيب مع اللعابين. خلاص إحنا نركز في اللي جاي. نركز في المباراة اللي جاية إن كان حنقابل مين. ونستعد نفسيا لهذه المباراة بالشكل الأمثل وأكيد فنيا وبدانيا من كلال الجهاز الفني على مدار تدريبات بكرة وبعده. النهاردة أجازة تم لمعظم اللعابين. لكن البعض منهم كان عنده تدريبات في صالة الجيم ويعني كانت تدريبات استشفائية. منهم كمان بعض اللعابين الدوليين وأبرزهم محمد الشيناوي اللي النهاردة في مفاجأة مهمة جدا جدا. ابتدى يجري لأول مرة بعد إصابته في العضلة الخلفية. وده خبر مبشر. يعني ممكن يخلينا نشوف الشيناوي قريبا بإذن الله بيعود للملاعب. دي أبرز الأجواء وأبرز الأمور. وكل ما يتعلق ببعث فريق النادي الأهلي. وأيضا من هنا يتعلق بمباراة اليوم اللي حتنطلق بعد أقل من ساعة من دلوقتي مباراة الهلال وتشيلسي. عودة لك يا محمد الستور.